اهلا بكم يا رب الجنوب خير. النهاردة هنشوف مع بعض فيديوهات الذكاء الاصناعي الجديد من سورة اعلنت عنها شركة اوبن اي. طبعا كل الناس اتكلمت عن الفيديوهات دي وازاي ان هي فيديوهات جمدة جدا وما فيش زيها ولكن انا لحظت بعض يعني الاخطاء اللي انا من وجهة نظر يعني. وهي حاجات عجيبة جدا. ولكن اه تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يقدمه لنا ذكاء الاصناعي الجديد وازاي هو خطر على مظائف الكتير وعلى مواقع الكتير اه لو ما اخدتش في الحزبان ان هي احتمال كبير انها تتقفل ويتوقف لها الشغل تماما بنسبة يعني مية في المية. الا اذا تم استخدام بقى ازا كان لصناعة جديدة في توليد فيديوهات مواقع زي وكل المواقع تخصصها في ان انت تنزمن عليها داتا فيديوهات وكده انت خلاص انت ممكن تكتب الوصف اللي انت بحتاجه بيظهر لك زيه بالظبط يعني هنشوف مع بعض. هنا مثلا هو كاتب له وصف عايز ماموس بيمشي بطريقة معينة في التلج بالانجليز طبعا. مكاتب كل المواصفات اللي محتاجها وقل فيديو ظاهر زي ما انت شايف بالشكل ده. هنا مثلا كاتب ان هو عايز واحد بيمشي على سطح الامر. بني ادم حقيقي. انا انا مش متخيل ازاي هو بالدقة دي. انا انا مصدقتش الصراحة. لكن ده بني ادم مش اه حقيقي ولا حاجة. ده مجرد بس كتابة. بكتوبة تحت. وتم ترجمتها في الفيديو بالشكل ده يعني زكاة صنعية. هو بالعقل كده زكاة صنعية او طوكب يولد صور. فهو سهل ان يولد فيديو بس كان محتاج بس وقت في الفكرة نفسانية تتنفذ. لان الفيديو عبارة عن صور وراء بعض. فموضوع اعتقد برضو السهل جدا. دايما انت شايف برضو فيديوهات معمولة بالدرون حاجة روعة روعة يعني ده مسلا اه معرفت ده ايه ده ارنب ده ولا مخلوق غريب جدا في شمعة. ده فيديو معمول بالزكاء الاصطناعي. كمان فيديوهات اه اه غريبة جدا. اه تحس ان هي عالم من الورق. هو كاتب هنا بيبر اه كراف يعني اللي هو العالم في البحر من الورق. يعني من الاشكال الورقية دي. حاجة برضو مميزة جدا. برضو الفيديو الانتشر بشدة والناس كلها علقت عليه ان هو حاجة مبهرة. هو صراحة مبهر جدا. بس احنا مش عارف لو دراتي ده ايه الكائن الحي ده. هو تحت مكتوب ولا فاهم اي حاجة. ومن او عبارة عن طائر عجيب يعني. من الحاجات اللي هنا زي ما انت شايف ان هو كلمة ان هما ليه ما اطلقوش الزكاة الاصناعي ده مباشرة عشان الناس كلها ستتخدمه. لان هما بيحاولوا ان هما حافزوا على استخدام الزكاة الاصناعي ده من الاستخدام السيء. ولسه هما بيحطوا الضوابط بتاعتهم. لسه بيزبطوا السياسات عشان المخالفات اللي حتتم او كده اللي هيعمل حاجة غلطة حيتم حذرون. في ناس ممكن تتخدموا بشكل سيء جدا في حاجات يعني انا حساسيب لي خيالك العنان ولا بلاش يمكن يسمى استخدامه بشكل سيء جيد. سعيدك تركز هنا في الحتة دي بص كده على الايد اللي ورا دي. هما اشخاص راتقول طبعا مش حقيقيين المفروض. ولكن هما صورة مولدة بالزكاة الاصناعي وتم تحركها فريم باي فريم ورا بعض. فاهم? فبص على الايد بتعمل باي باي ازاي? هتلاقي شكلها عاجب جدا. الحركة اللي بتعمل كده يعني مفيش فاهم? فالزكاة الاصناعي دايما من ساعة ما بدأ في حتة الايد دي. وهو يعني مش قادر انه يوصل للشكل او الانسيابية في الحركة او نومة الايد خمس صوابعة. لحد دلوقتي فاهم نومة ستة مش عارب ليه. اتلا لما خلهم خمسة بقت بالشكل المريب ده. بص اليد برض حركت هنا بطريقة مش مزبوطة. برضو لسه في حاجة يعني مش مش مزبوطة لسه محتاجة تنزب. خمس صوابعة. دي مسلا اه هناك كتاب له ان انت عايزين علماء اثار بيكتشفوا كرسي بلاستيك كمان? فا لو حتلاحز هنا ان تعالى كده نرجع وراف فريم كمان. فيه غلطة برضو في الفيديو. ان الكرسي تحرك لوحد ببص كده. في اللحظة دي الكرسي في الهوى اه ماشي في اتجاه بس ما فيش حد ماسكه يعني ركز كده شوية. بص مين ماسك الكرسي ما فيش حد ماسك الكرسي. والكرسي بكمل الطريق مع حاله. فبرضو دي يعني حاجة عجيبة برضو في الفيديو. لسه برضو يعني الموضوع لسه ما وصلش لدرجة الكمال ودي حاجة مستحيلة. مفيش حاجة هتوصل لدرجة الكمال او مية في المية من اول تجربة لي. ولكن تجربة خطيرة. طيب انت شايف كل الناس تجمعت في صورة واحدة مع الخلفية. حتى لو في الخطأ ده فهي برضو اه موضوع برضو مش سهل. ولكن اخطاء شانعة. الكرسي ما زال برضو لسه بيتير. مش عارف هو رايح فين. وكمان يعني معرفش. الكرسي رايح هنا ازاي? يعني مين اللي وده انا مش فهم. ما شاء الله ده كرسي خيالي. ما ملوش وجود في الوجود. وبيلف كمان. يا سلام. وطبعا مش كامل يعني برضو حاجة عجيبة. هنا مسلا هو بيقول له اه باسكتبول سروهو سين اكس بلوز. يعني الكرة دي احنا عايزينها تمفجر. تمام? فالكرة بعد ما انفجرت اه برضو مازالت موجودة. مش المفروض الكرة انفجرت? الكرة انفجرت طب هي لسه موجودة بتعمل ايه يعني. بصة جاءت موجودة مع جاءت من اين اصل. ولما عدت يعني ركزينا في النقطة دي برضو. الكرة هنا ايه? اه مفروض هتنفجر. ماشي. ووقعت. الكرة اللي بعدها لما عدت. عدت من الباسكت نفسه. مديتش اي اعتبار للفيزياء. بخلاص الموضوع اتحول لغلطة غير اه عادية طبعا. لا تموت للواقع بس انا. ده فيديو جميل برضو بيتكلم عن مجموعة من الكلاب. هما المفروض ان هما تلات كلاب. ولكن انا بلاقيهم فجأة بقوا اه اتنين او واحد. يعني هما هنا كانوا واحد اتنين تلاتة. تلات كلاب. بعد كده. بص هنا بقوا اربعة. بقوا خمسة كمان. يعني هنا في كلب خامس زهر ما مش عارف زهر منين. كده برضو بيتعاركوا مع بعض فجأة. العدد بيزيد. كلاب بيزيد. من حيث ولا تدري يعني. فاينها في برمت لاني تعال انت ترجمه برضو عشان ايه تبقى معي في الصورة. ثمس اه صغار ذقاب. يعني دولت له وزقاب مش كلاب. ده مرح وتطورت بعضها. البعض حول طريق بعيد مرسوف بالحص. ماشي يا عم. كلاب زقاب مش مشكلة. رجع اللغة انجليزية عشان متلقبط. شوف الفيديو اللي بعده. ده المفروض ان هو يعني السينماتيك تصور بطريقة ابيض وصود. اللي واحد بيجري على اه مكنة الجاري على الجاري دي. المفروض يعني ايه? نوة واحد بيجري عليها. فمفروض بيجري في اتجاه مختلف. دي دي الحتة اللي بيجري ناحيتها. فهو بيجري عكس الاتجاه. دي برضو يعني ايه حاجة مش مش فهم مقصودة دي ولا ايه? مش عارب. بس اعتقد مش مقصودة يعني. فهنا ايه يعني الزاكر الصناعي بدأ ان هو يتطور بطريقة عجيبة يعني. هنا عندك الكلب بيعدي من شباك لشباك. ايه طبعا دي الصراحة انا مش لقى لغراطات لحد دلوقت. بس برضو يعني ايه? ازاي الكلب هيوصل من هنا? حلو. حلو يعني برضو ايه? حتى تضل بتاع الكلب ماشي معايا ما فيش اي مشاكل. شغال. يا جماعة في خطر. الناس اللي بتعمل فيديوهات وتحريك الدنيا في اتجاه زي ما انتم شايفين. خلاص انا لو عايز اي فيديو دلوقتي اخش. اكتب الفكرة اللي انا عايزها يجي لي فيديو بيها بقى وكمان بيقول لك الفيديوهات لحد دلوقتي بتوصل لحد دقيقة. لأ حاجة مميزة جدا. دي بقى فكرة لا يمكن تكون موجودة اساسا. لما تيجي تقول مسلا فيديو مستحيل حد يكون شايف. كلب حطت الكاميرا جو برو بتاعته بيعمل سيلفي. بيصور سيل. طبعا التصوير بقى بالدرون بقى والحاجات القطيرة دي. ده ما انتم شايف كده بس. منظر جامد جامد. كل ده جماعة معمول في الذكاء الصناعي. كل ده معمول يعني بدون اي اه تدخل بشري. مجرد بس اكتابة البرومبت بس. خيل يعني لا فيه بقى معدد تصوير ولا اضاءة ولا اي حاجة. شوف المشهد ده مسلا معمول بالزكاء الصناعي. طبعا دي كلها تجارب اولية ما فيها اخطاء كتير. يعني عندك مثلا الشخص ده لبس اورنج. اول ما ده برضه نبس الكلام. في مجرد ما بيعد المشهد تحوله لبسين لون اصفر ما اتعرفش ازاي. وفي حاجة برضه غريبة جدا. يمكن اكتر حاجة انا شايف ان هي الذكاء الصناعي ده نجح فيها اتجاه الضل. دايما محافظ على انه يبقى كل العناصر الابجيكتس الموجودة. اتجاه الضل بتاعها بيكون سليم خمسة اربعين درجة كله خمسة اربعين درجة. بس يعني ممكن يكون فيها اخطاء برضه. ها? كل صغيل تمام. الضل مزبوط على كل العناصر. حاجة مميزة. اعتقد ان الفيديوهات الاخيرة دي لمرحلة اللي هو جاري العمل عليها. يعني اكيد هيبقى فيها اخطاء. لكن القدرات الاكيدة اللي هي الكلمة دي. فيها الحاجات اللي هي اللي انت تقدر تستخدمها فعليا. يعني حاجات هما خلاص متمكن منها النموذج ده. زي فيديو زي كده مسر. دي كباية قهوة. مركبتين بيت نرقانين في فنجان قهوة. مشهد زي ده عشان تعملوا بالجرافك احاجة تقريبا تشبه مستحيلة يعني. هي ممكن يعني بس هتاخد وقت ومجهود برضه انك تعمل النموذج ده وده وتحط لهم الميا بقى والقهوة دي وتلون. اه لا. جد حاجة مرعبة. وفي نفس الوقت ما زال برضه فيها اخطاء زي ما شفنا اه واحد بيذاكر فوق الصحابة. مش هكوين يا ذاكرت في الارض انا ذاكر فوق الصحابة. اوضع مرعب اه الافكار اللي بتنزل والتطور السريع اللي بيحصل في الذكاء الصناعي يخليك اه بتبقى خايف وفي نفس الوقت نفس الوقت مندهش ومستمتع باللي بيوصله العقل البشري. من دمان من ايام العصر الحجري والانسان بيبتكر كل حاجة تساعد على انه تسهل للشغل. فده اللي مفروض لأي انسان يعني اوحي ما تشغل في الديجيتال ماركتينج لازم يلجأ للعدوات اللي تسهل للشغل. وانا بحب كده صراحة. انا بحب ابقى مسهل كل حاجة على نفسي. ما بحبش ابقى هارد ووركر. ما بحبش اني اشتغل لدرجة التعال. مع ان انا بشتغل لدرجة التعال. بس انا مش بحب كده. حب ان انا اشتغل الحاجة السهلة اللي تدخل لي اكبر اه نتيجة ممكنة. فطبعا الذكاء الصناعي بالمنظر ده هيوفر الشغل كتير على نات كتير زي ما انت شايف. فيديوهات اه يعني ممتعة جدا. انا منتظر لحظة لما هيطلقوه فيها. اتمنى ان هو يكون في نسخة مجانية اللي احنا مش عارفين ندفع من مصر لو حتى هندفع بندفع الحاجات الضرورية جدا. واسبكم بقى مع شوات فيديوهات كده احنا استمتعوا بيها. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة